تحول اليوم الذكرى الحادي والعشرون لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لأول مرة من دون وجود زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهر الذي قتل في عملية أمريكية أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي وحضرت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة من أن منظمات أجنبية وصفتها بالإرهابية قد تستغل الأحداث الأخيرة مثل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وقتل الظواهر في الاحتفالات والرسائل المحيطة بذكرى الهجمات